الثانية العشرة ظهرا بتوقيت القاهرة مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة مرحبا حسن أهلا دينا ونبدأ معكم هذه النشرة بأبرز العنوين خمسون شهيدا وعشرات الجرح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المدنيين في بيت لاهيا وخنيونس والمغازي بقطاع غزة جيش الاحتلال يعلن ارتفاعا في عدد قتله منذ بات الحرب على غزة إلى أكثر من خمسمائة جندي وضابط وشهيدان وعشرات الإصابات والاعتقالات جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية هنا القاهرة الإخبارية أهلا بكم وإلى التفاصيل استشد عشرات الفلسطينيين من بينهم صحفيا وصيب آخرون بجروح في سلسلة غارات على مناطق مختلفة في غزة في اليوم الثالث والثمانين من العدوان الإسرائيلي على القطاع وقد أفدت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد خمسين فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المدنيين في بيت لاهيا وخنيونس والمغازي كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة 12 آخر جراء قصف الاحتلال محيط مستشفى الأمل في خنيونس جنوبي القطاع أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وجندي من سلاح المدرعات وإصابة جنديين آخرين خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية وسط قطاع غزة وفي بالله أشار جيش الاحتلال الارتفاع في عدد القتلى بين صفوفه منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى أكثر من خمسمائة جندي وضابط وقد أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش تواصلوا توغولها في عمق مدينتي خان يونس وغزة وفي مخيمات وسط القطاع مدعومة بقصف جوي وبحري فيما لهصل أعلن رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلي أعلن أن أعداد المصابين بداخل جيش الاحتلال وصل إلى عشرين ألفا إذ تم إدراج المصابين بالطرابات لما بعد الصدمة كما أشار رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيليين إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد الجرحة مؤكدا أنه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث خلال الحرب الحالية في غزة أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف جرافة وألية عسكرية إسرائيلية في مخيم البريغ وسط قطاع غزة وأشارت إلى استهداف سبع آليات تابعت لجيش الاحتلال بقذائف اليسين 105 وعبوات الشواض في منطقتين التفاح والدرج في مدينة غزة في الناحية السياسية حيث بحث مستشار الأمن القوم الأمريكي جاك ساليفان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر بحث معه في واشنطن مسألة انتقال دولة الاحتلال إلى مرحلة مختلفة في الحرب على غزة وقالت وسائل إعلام أمريكية إن اللقاء ناقش الخطوات العملية لتحسين الوضع الإنساني في غزة إلى جانب العمل على تعزيز فرص إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن هيمنة الغرب هي السبب وراء الفوضى حول العالم مؤكدا أن رؤية الولايات المتحدة بشأن غزة تتعارض مع القانون الدولي وقد أكد لافروف أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في قامة دولات خاصة على الأراضي الوطنية كافة بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أبلغ رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو باهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل لأمد لإطلاق نار في قطاع غزة بمساعدة من جميع الشركاء الإقليمين والدوليين وقالت الرئاسة الفرنسية إن باريس ستعمل أيضا مع الأردن في الأيام المقبلة بشأن العمليات الإنسانية في غزة بطلات عدة خرجت من رحم الحرب والقصف في قطاع غزة تظهر مدى قوة وبسالة هذا الشعب الصامد فبين ألاف القصص والمآسي تبرز قصة زوجين من الصم والبكن مأساة الزوجين لا تكمن في كونهما لا يسمعان صوت القصف فقط لكنهم أيضا مسؤولان عن حماية ثلاثة أطفال واحد منهم من أصحاب القدرات الفائقة سماع صوت القصف والموت قصة مرعبة في حد ذاتها لكن ما يعيشه الزوجان محمود عبير في قطاع غزة قصة يشيب لها الولدان إذ يحيط بهم القصف من كل مكان لكن لا يمكنهما سماعه أو الفرار منه فصل من فصول الرعب الممزوج بالبطولات الفلسطينية المعهودة حيث يحيى زوجان من نازح قطاع غزة إلى مدينة رفح بين القصف كل يوم وكل ما يفعلونه هو الهروب حينما يهرب الجميع لا يمكنهما الصراخ ولا سماع صراخ أطفالهما فقط لكونهما من الصم والبكن ينجيان من الموت بالصدفة فلا يمكنهما سماع التحذيرات ولن تصل إليهما أصوات الإنذار أو صراخ جيرانهما كنت رايح أجيب لأولادي خبز فصارت ضربة جنبي كنت حستشهد لأني أنا ما سمعتش شفت الناس بتجري انتبهت أنه ضربة جنبي والصاروخ جنبي بالضبط أنا لسه ماشي والصاروخ جنبي فأنا الحمد لله أنه ربنا نجاني في بعض الأحيان يعتقد أن الحياة أكثر هدوءا وأن الحرب ربما توقفت بعض الشيء لكنهما لا يدركان ما يحدث خلفهما من موت وقتل ودمار كما أنهما مجبران على حماية ثلاثة أطفال إحداهم فتاة من أصحاب القدرات الخاصة أنا بظلها تسرخ مريض التوحد الأمور صعبة جدا في الليل بظلها تسرخ كل شيء تطلب أكل أكل ما فيش بصعوبة بنوصلها لها بصعوبة لما نجيبها الأكل عشان نوصلها أم مسكينة تحيا بين نارين فكيف يمكنها أن تدبر أمر فتاتها التي تصرخ جوعا وكيف يمكن أن تحميها وهي التي لا تدرك شيئا عما يحدث حولها أمور أقسى من صوت القص والمدافع التي كتب عليها أن لا تسمعها محمود عبير حالة من بين خمسة وخمسين ألف حالة أخرى يسكنون القطاع المكلوم يعانون من إعاقات سمعية بصرية حركية وعقلية بحسب التقرير الصحي السنوي للقطاع لعام الفين واثنين وعشرين إعاقات تشكل تحديا بحد ذاتها فكيف هو حال هؤلاء في قطاع غزة المحاصر وقد أضيف إليه حرب وتهجير ودمار بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية يقوم الهلال الأحمر المصري بإنشاء مخيم إغاثي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وقد أشار مراسلنا إلى أنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى للمخيم والتي تتضمن إقامة 300 خيمة تستوعب أكثر من 1500 شخص يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة بأياد ومعدات مصرية تجرى الاستعدادات على قدم وصاق هنا في محافظة خان يونس بقطاع غزة من أجل الانتهاء من المرحلة الأولى للمخيم المصري الذي جاء بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية نتحدث عن الجهود المصرية العديدة المبذولة منذ بادي الأزمة الفلسطينية على كافة الأصعداء وكنا نتحدث دوما عن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنطلق من الأراضي المصرية وها هو اليوم نتحدث عن جهود مصرية تصل إلى قلب قطاع غزة هنا في محافظة خان يونس المرحلة الأولى من المخيم المصري والتي تتسع لحوالي أكثر من 1500 شخص وتتسع لعدد من الخيام يصل إلى حوالي 300 خيمة نتحدث عن الجهود والتنسيقات التي تتم ما بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني هذه المرحلة الأولى من الخيام تتم بالتعاون ما بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني إذا ما تحدثنا عن كل هذه الجهود المصرية المبذولة سواء كانت على المستويات الرئاسية والدبلوماسية والمساعدات الإغاثية والإنسانية نستطيع أن نقول أن الجهود المصرية نجحت في الوصول إلى قلب قطاع غزة في محاولة لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه سكان قطاع غزة في ظل القصف المتواصل والحصار المتواصل من قوى القوات الاحتلال الإسرائيلي لذلك كانت الرؤية المصرية بتوجيه عدد من الخيام مئات الخيام المصرية التي انطلقت من مصر وصولا إلى هنا إلى محافظة خان يونس من أجل استقبال أعداد من المنتظر أن تصل إلى أكثر من خمسة آلاف شخص خلال الفترة القادمة بالانتهاء من المراحل العديدة التي ستتم خلال الأيام القادمة من محافظة خان يونس بقطاع غزة مصطفى عبد الفتاح هنا القاهرة عاصمة الخبر نحن الآن في هذا المخيم التي تقيمه جمهورية مصر العربية من خلال إلال الأحمر المصري وهذه هي المرحلة الأولى وهي عبارة عن تقريبا 300 خيمة تتسع لألف وخمسمائة شخص هذه مرحلة أولى ولكن المخطط لهذا المخيم أن يكون حوالي ألف خيمة ما يقارب خمسة آلاف لاجئ يستطيع أن يستفيد من هذه الخدمات وطبعا المرحلة الأولى هي إقامة هذه الخيام في منطقة غرب خان يونس وهي المواصي المنطقة المواصي غرب خان يونس ونحن يقوم هذا المخيم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في تمديد جميع التجهيزات لهذا المخيم من غذاء وإيواء وأيضا سيكون هناك برنامج لهذا المخيم في تقديم جميع الخدمات اللوجستية لهذه العائلات النازحة المنكوبة طبعا هذا المخيم يعتبر أول مخيم منظم لإيواء النازحين تم طبعا البدء من شركانا وزملانا في جمعية الأحمر المصري بإنشاء هذا المخيم بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني نظرا للحاجة الكبيرة خلال هذه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة طبعا يتم بناء المخيم بحسب المعايير الدولية وسيتم توفير كافة الاحتياجات اللازمة للنازحين في هذا المخيم من خدمات مياه وإصحاح وغذاء وتغذية بالإضافة إلى خدمات مياه الشرب والكهرباء طبعا نهاية الأحمر المصري من أول ما بدأ الاستجابة بتاعتهم من بداية أحداث الاتداء على قطاع غزة هو بيقدم الخدمات عن طريق إصال المساعدات وتجهزة واستقبالها وإدخالها لقطاع غزة لكن طبعا مع تطور الأحداث واستمرار في فترة الحرب بدأ ينتج عنها نزوح شديد داخل قطاع غزة ومن المناطق الشمالية إلى الجنوبية وكان لابد نهاية الأحمر المصري يطور من عملياته لتشمل العمليات داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهيل الأحمر الفلسطيني وبدعم وتوجيه من الدولة المصرية إحنا بدأنا نعمل في أول مخيم داخل قطاع غزة يتسع مفروض لسبعة ألاف شخص كمرحلة أولى بدأنا بتجهيزه هيتم تقديم كل التجهيزات من الهيل الأحمر المصري ومن الدولة المصرية ويسوف يقوم لها الأحمر المصري بتقديم كل الخدمات اليومية الحياتية المطلوبة والإغاسية من طعام وغزاء وخلافه إلى المقيمين بالمخيم لحد انتهي الأسر في اللحظات الأولى لإنشاء المخيم الناجئين المرحلة الأولى منه يعني شعرنا بالسعادة والأمن والأمان والمحبة من الأخوة في الهيلال الأحمر المصري ونحن في هذه اللحظات العصيبة اللحظات الكارثية التي شعرنا فيها أننا وحدنا فجأة يبزغ نور الأمل من الهيلال الأحمر المصري حيث وجدنا الأخوة يمدون لنا يد العون والمساعدة والعناية والرعاية والاهتمام وهذا اندل على شافة إنما يدل على ما في الوطن العربي من خير وبر وهدى وتقى يجعل من الكارثة شيئا عادرة بإذن الله تعالى أفد مرسل القاهرة الإخبارية بدخول 60 شاحنة مساعدات وأربع شاحنات وقود إلى قطاع غزة أمس وذلك عبر معبر رفح أضف مرسلنا أن 11 مصابا فلسطينيا قد وصلوا من غزة إلى رفح لتلقي العلاق بالمستشفيات المصرية حيث أشار إلى أن نحو 300 من حامل الجنسيات المزدوجة وصلوا إلى معبر رفح أكادت الهيئة الخيرية الأردنية أرسال 24 طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع وقد أوضحت الهيئة الأردنية أن الطائرات حملت على متنها مساعدات إغاثية متنوعة تم إدخالها إلى القطاع عبر متار العريش المصري لتقديم الدعم لأهل غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة 14 آخر برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رامالة وقد استشهد شاب متأثيرا بإصابة برصاص الاحتلال قبل عشرة أيام بمدينة نابلس بهذا ترتفع حصيلة الشهداء بالضفة الغربية إلى 314 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر وإلى 522 شهيدا منذ مطلع العام الجاري هذا وقد أصيب خمسة فلسطينيين عثر قصف طائرة مسيراء لمجموعة من المواطنين بالحي الشرقي في مدينة جينين بالضفة الغربية وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جينين واستندلاع مواجهات وإطلاق نار وأفدت مرسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسيرت ألياتها العسكرية حيث اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها نار بكثافة واقتحمت قوات الاحتلال البنك العربي وبنك القدس في جينين وعددا من محال الصرافة واستولت على محتوياتها أكد مدير مستشفى جينين دكتور وسام بكر استشهاد أكثر من سبعين فلسطينيا وإصابة أكثر من مائتين وخمسين في محافظة جينين قراء العدوان الإسرائيلي وذلك منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية أشار بكر إلى أن قوات الاحتلال تحضر وصول المستلزمات الطبية للمستشفيات وتواصلوا استهداف الأطقم الطبية في الضفة الغربية يعني حقيقة الثابات التي وصلت منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة يعني بلق عدد الشهداء الذين وصلوا فقط إلى مستشفى جينين الحكومي هم 31 شهيد وفي عموم المحافظة يعني يصل العدد أكتر من حدود السبعين شهيد تقريبا الجرحة وصل إلى مستشفى جينين الحكومي 158 جريح في عموم المحافظة يزيد العدد عن 250 جريح إلى الفترة يعني من تقريبا بعد حدث 7 أكتوبر كثير منها إصابات كانت جزء منها قطير هناك أو زرحة ما زالوا في بعض المستشفيات التخصصية ما زالوا راقبين لتلقي العلاج حتى هذه اللحظات يعني لا شك هناك وضع أحيانا عند دخول قوات الاحتلال إلى المدينة في معظم الأوقات كانت تفرض حصار على معظم المستشفيات تمنع وصول المصابين والمرضى وتعيق حركة الكوادر الطبية وتعيق حركة الإسعافات يعني هذا كان في معظم الابتحمات هذا ما تشهده المحافظة ميدانيا أصيب تسعة فلسطينيين في الأقل من بينهم أطفال وعتقل أثنان آخران خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حل حول بشمال الخليل في الضفة الغربية وذلك عقب مداهمة البلدة وأكدت مصادر فلسطينية أن من بين المصابين ثلاثة بالرصاص الحي نقلوا إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج وطالت عمليات الاقتحام الإسرائيلي في بلدة حل حول عددا من المنازل ومحلا للصرافة والمجوهرات حيث أكبر الاحتلال أصحاب هذه المحال على فتحه بالقوة وتفتيشه والاستلاء على محتوياته اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة تولكرم وبلدات تعتيل وزيتا وباقة الشرقية شمالي المدينة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وبحسب وسائل إعلام محلية فإن جيش الاحتلال نفذ عدة مداهمات لعدد من منازل المواطنين في ضاحيتين ذنابة وشويكة بشرق وشمال تولكرم ودهمت قوات الاحتلال محلات للصرافة في المدينة حيث صادرت مقتنياتها بما اعتقلت سبعة فلسطينيين في الأقل في ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن مخططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجمعية ضد الشعب الفلسطيني وتكرس من سياسة الفصل ما بين الضفة الغربية وقطع غزة للقضاء على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفي بيان لها أوضحت الوزارة أن مخططات استكمال مراحل الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان من شأنه تخريب أي جهود إقليمية ودولية لإحياء عملية السلام كما حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة بشأن التحريض المتواصل للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين في الضفة خاصة من قبل الوزيرين المتطرفين إتمار بينجفير وبتسل إيل سموتريتش حذرت الأمم المتحدة من التدهور السريع لوضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة وحذت إسرائيل على إنهاء عمليات القتل غير القانونية ضد الفلسطينيين وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكارتارك أن استخدام التكتيكات والأسلحة العسكرية في سياقات إنفاذ القانون مع استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة وفرض قيود واسعة للطاق وتعصفية وتميزية على الحركة التي تؤثر على الفلسطينيين هو أمر مثير للقلق للغاية هذا وقد اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك تحت حماية قوات الاحتلال وبحسب وسائل إعلام فلسطينية نفذ المستوطنون جوالات استفزازية في باحات المسجد الأقصى كما أدوا تقوصا دينية هذا وتواصل شرطة الاحتلال منع المواطنين من الدخول للبلدة القديمة أو المسجد الأقصى ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين مشاهدين الكرام هذه النشرة مستمرة مع حضراتكم ونتابع فيها بعد قليل موسكو تعتبر أن استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا مثلت فشلا زريعا وأن صيغة السلام التي طرحها زيلينيسكي نسيج من خيال مريض موسيقى مرحبا بحضراتكم من جديد أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال إصابة جندي من قوات حفظ السلام وتضرر آلية عسكرية بعد تعرض دورية تابعة لها لهجوم في بلدة الطيبة بجنوب لبنان وفي بيان لها أشارت يونيفال إلى أن تلك الاعتداءات تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون اللبناني داعية السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجنات المتورطين في الحادث إلى العدلة طالبت وزارة الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة طالبت هما بتحمل المسئولية مع واضي حد لسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذل بشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي وفي بالي لها أدانت الوزارة الهجمات التي شنها جيش الاحتلال على الأراضي السورية في الفترة الأخيرة التي أدت إلى استشهاد المستشار العسكري في الصفارة الإيرانية لدى دمشق رضا موسوي وكيدة أن تلك التصرفات تشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية كما أعلنت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن MSC عن إصابة إحدى سفنها التجارية بصاروخ أثناء عبورها البحر الأحمر أكدت الشركة أن سفينة الحويات يونيتد الثامنة تعرضت لهجوم بينما كانت تبحر في طريقها من السعودية إلى باكستان وعلن الجماعة الحوثي في وقت سابق استهداف السفينة بالصواريخ دون أن تذكر ما إن كانت أصبتها هنا القاهرة الإخبارية نتحول معكم الآن إلى ملف التطورات في السودان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الجيش السوداني استهدف عدة مواقع تابعة لميليشيا الدعم السريع شرقي العاصمة الخرطوم وجنوب وغرب أم درمان كما أشار مراسلنا إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في أم درمان للقديمة وأكد أن المدن والقرى في ولاية الجزيرة جنوب غرب الخرطوم تشهد أعمال نهب واسعة من ميليشيا الدعم السريع طالت عددا من المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحكومية ومنازل المدنيين العزل كما منعت المواطنين في مدينة ويد مدني من مغادرة منازلهم إلى مناطق أمنة وأجبرتهم على البقاء بدعوة أنها ستوفر لهم الخدمات هذا ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع أطراف الحرب الدائرة في السودان إلى السماح بإجلاء المدنيين من مناطق الصراعي بصورة آمنة تم طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف القتال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتخاذ إجراءات فورية بهذا الخصوص وأشارت إلى ضرورة اتخاذ كافة الأطراف كل الخطوات الممكنة للحيلولة دون إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين وحماية الممتلكات المدنية أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء عدم قدرة السكان في السودان على الوصول الآمن إلى خدمات الرعاية الصحية في ظل استمرار تفشي وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد جاء هذا خلال بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عوتشا حول التقارير الواردة التي تشير الارتفاعا في عدد الحالات المشتبه في إصاباتها بالكوليرا بالنسبة تجاوزت مئة في المئة في شهر الماضي حيث تم الإبلاغ عما يقترب من ثمانية ألاف وثلاثمائة حالة مشتبه بها وأكثر من مئتي حالة وفاة في تسع ولايات حتى يوم الثلاث والعشرين من ديسمبر الحالي وفقا لبيانات من وضمة الصحة العالمية ومن وزارتي الصحة السودانية هذا وقد علمت الخارجية السودانية أن جيبوت أبلغت السودان بعدم يتمكن قائد ميليشيا الدعم السريع من المشاركة في لقاء يجمعه مع البرهان وكان مقررا اليوم الخميس وذكرت الخارجية السودانية في بيان لها أنها تأسف لمماطلة قيادة الميليشيا المتمردة في التعاطي مع الدعوات الرامية لوقف معاناة الشعب السوداني بعد أنحده الأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي حالة المعاناة التي يكابدها تراجعت أمال الشعب السوداني إلى أجل غير معلوم في تحقيق هذا الهدف وذلك عقب إعلان الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد تأجيل اللقاء المرتقب بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومحمد حمدان دجلو قائد ميليشيا الدعم السريع الخارجية السودانية قالت إنها تلقت مذكرة جيبوتي رئيس الدورة الحالية لإيجاد تفيد بعدم تمكن قائد ميليشيا الدعم السريع من الوصول إلى جيبوتي لعقد اللقاء الذي كان مقرراً الخميس من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار وبحث سبل تأسير وصول مواد الإغاثة رئاسة الإيجاد لم تشر إلى أسباب تأجيل اللقاء إلا أنها اكتفت بالقول إن التأجيل جاء لأسباب فنية على حد قولها مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مجدداً لعقد اللقاء خلال الشهر المقبل الحكومة السودانية أعربت عن أسفها إزاء مماطلة قيادة ميليشيا الدعم السريع في تحكيم صوت العقل وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه مشيرة إلى أن عدم استجابتها لحضور اجتماع جيبوتي دليل بين على هذه المماطلة أمل توارى إلى حين في التوصل لوقف إطلاق النار في السودان لتستمر الحرب مخلفة وراءها أكثر من آلاف القتلى ونزوح سبعة ملايين شخص فيما فر نحو مليون ونصف مليون شخص آخرين إلى دول مجاورة وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة ينضم علينا من القاهرة معتز الفحل الأمين العام السياسي للحزب للتحدي الديموقراطي السوداني بعد التحية سيد معتز نتحدث حول أن الاشتباكات العليفة ما زالت تدور في أنحاء متفارقة من السودان أولاية متعددة كيف تبدو هذه الاشتباكات في رأيك وانعكاس هذا على الأوضاع الإنسانية والصحية للسودانين هناك أهلاً سهلاً أستاذي العزيز والتحية لك وللقاهرة الإخبارية وكل عام وأنتم بخير وأنتمنى أن السلام يعم وتستقر الأوضاع في كل البلاد وخاصة في بلدنا العزيزة السودان استمرار الاشتباكات بالتأكيد مزيد من المعاناة والشطافة العيش والأمراض والكوليرا التي تحدثتهم عنها يزيد من صعوبة الوصول إلى حلول يمكن أن توقف نزيفة دم في السودان استمرار الاشتباكات يؤكد برضو أن الماليشيا الدعم السريع وقوات المتمردة حتى تستمر في انتهاك العراض والسرقة والنهب ودون مراعاة لكل حقوق الإنسانية وهذا الاستمرار بالتأكيد بلقي بظلاله على كل المشهد الحياتي في السودان وعلى كل المشهد في دول الجوار أيضا وتحملة لنزوح بالنسبة لنزوح أعداد كبيرة قدرت بحسب مراقبين ومتابعين بحاول سبعة مليون نازح سواء كان نزوح في داخل السودان أو نزوح إلى الدول المجاورة لكن هناك الدعوات من منظمات أممية مختلفة بالسماح بإجلاء المدنيين من مناطق الصراع إلى مناطق آمنة هل يمكن تنفيذ هذا على أرض الواقع أم أن هؤلاء الذين يتم إجلاؤهم يتعرضون أيضا لمخاطر نتيجة لهذا العنف وهذه الاشتباكات بالتأكيد ما قامت به قوات الدعم السريع مؤخرا بعد 17 ديسمبر بهجومة على مدينة مدني وولاية الجزيرة شرقا وقربا يؤكد أن المزوح ليس حتى المزوح ليس في معمن ليس في معمن النازحين ليس في معمن وأن الدعم السريع أصبح مهدد للأمن بشكل عام حتى في المنطقة على حدودها حتى النازحين الذين نزحوا إلى مدينة مدني التي كانت نزح إليها أكثر من أربعة مليون من جميع أنحاء السودان من دارفور ومن الخرطوم ومن شرق السودان ومن شرق الجزيرة تعرضت لهجوم غادر من المليشيا وهذا يؤكد أنه حتى النازح ليس في معمن والآن أصبح نزوحا جديدا لا يعرف إلى أين وكيف يمكن أن يكون وحتى المنظمات أصبح تستنكر وأن كل المنظمات الدولية أدانت هذا الهجوم البربري على ولاية الجزيرة ومدني فبالتأكيد مزيد من الاستمرار في الحرب مزيد من النزوح مزيد من التشتت مزيد من المعاناة حقيقة أنا أسمح لي أن أؤكد لك أن أهلنا يعانون حقيقة نزوحا وتشردا ونهبا وحتى لا تتضح الرؤية كيف يكون هذا الأمر أنك أنت تتكلم عن مليشيا ليس لها قيادة الآن ليس لها رؤية واضحة ليس هناك جدية لذلك كان سيد معتز هناك ثمت بارقة أمل في ظلام طبعا مستمر منذ بداية هذه الحرب يعني في الناحية السياسية كان هناك تحول أو تحدد حوله محاولة وجود تحول في الأفق السياسي بين الجانبين جيبوتي كانت يعني على استعداد للقاء يجمع ما بين السيد عبدالفتاح البرهان أو الفريق روخنا عبدالفتاح البرهان ومين قائد مليشيا الدعم السريع حمدان دقلو لكن يبدو أن هذه التفاصيل ليست يعني واضحة إلى الآن لأن هذا اللقاء كان يمكن أن يتم اليوم الخميس فكيف توصف ما حدث من عرقلة لمثل هكذا اتفاقد يفضي إلى حل السياسي لهذه الأزمة والله ما حدث مؤسف تماما وهو طبعا مجهود مجهود مقدر من جيران الأشقاء والأصدقاء في دول الجوار على وجه الخصوص وأن الإيجاد والاتحاد الأفريغي كانت هذه النبذرة كانت خلاصة مجهود في خلال الثمانية شهر حسب متابعتكم وأنت سيد العارفين وأن هذا المجهود بدأ بمؤتمد دول الجوار هنا الأول والثاني وتحرك مصر وتحرك جنوب السودان وتحرك دول أخرى جيبوتي، كينيا، أديسة بابا للوصول لتفاهمات يقف هذا الحرب ويقف هذا المزوح وأفتكر أن المؤسسة السودانية قوات الشعب المسلحة كانت حريصة لأنه هي المسؤولة عن هذا الأمن وعن إيقاف هذا الدمار وهذا الحرب ولكن أنا أفتكر في تقديري أن الماليشيا في فغضل السيطرة في فغضل السيطرة على القيادة والحديث بعدة السنة وعدة رؤى وعدة متحدثين للوصول إلى اتفاق لكن بالتأكيد ضرورة الضغط في الوصول الاتفاق لوقف اللغة النار وهذا هو المرتجع وهذا هو الأمل لكن يجب أن يكون هذا الاتفاق وهذا الاطار في وحدة شعب السودان وبلدنا السودان وقوات مسلحة وطنية واحدة لا تكون هناك أي قوات أخرى تحمل السلح غير هذه لأنها لأن الدعوات مهمة في هذه الآونة نحو التعاطي مع الدعوات الرامية للوقف معاناة الشعب السوداني المستمر أشكرك هذه التفاصيل كنت معرفيها من القاهرة معتز الفحل الأمين العام السياسي لحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني إلى العراق حيث استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نظيره الإسباني بيدرو السانشاز واتفق الجانبان على جدول أعمال يؤسس لشراكة استراتيجية بمختلف المجالات بين البلدين أشار السوداني خلال مؤتمر مع السانشاز مضي الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم داعش وإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق وأضاف أن الحكومة العراقية قادرة على حفظ وحماية البعثات الدبلوماسية على أراضيها في هذه الزيارة أيضا كان هناك حديث أكثر تفصيلا يتعلق بوضع التحالف الدولي خصوصا هو أن أسبانيا جزء من هذا التحالف وأشرنا إلى هذا الدور في دعم جهود العراق لمواجهة داعش الإرهابية والتي انتصرنا عليها ولله الحمد ونحن في طور إعادة ترتيب العلاقة حيث في ظل وجود قوات عراقية متمكنة فإن الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء هذا الوجود وجود قوات التحالف الدولي والتي تضم مستشارين أمنيين لا تحول إلى الأزمة الأوكرانية حيث أكد وزير الخارجات الروسية سيرجي لافروف أن استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا فشلت فشلا ذريعا وأضاف أن صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلدومير زيلينسكي نسق من الخيال المريض وقال إن الحرب مستمرة وهدفها هو نزع السلاح الأوكراني مع إزالة نظام بانديرا لافتا إلى أن محاولات الغرب قذب دول عدة لتنفيذ صيغة زيلينسكي هي عملية احتيال أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت سبعة من أصل ثماني طائرات مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل وقالت القوات الجوية أن طائرات مسيرة أسقطت في ثلاث مناطق بوسط وجنوب البلاد في الوقت ذاته قالت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو خلال الليل لما زيدنا نقاش ينضم إلينا من كيف سيد قسطنطين جريدين الباحث في العلاقات الدولية مرحبا بك معنا سيد جريدين ما هي رؤية أوكرانيا الآن لتطورات الحرب مع روسيا وقد شرفت على دخول العام الثالث أهلا وصالا أوكرانيا الآن تقى في حالة النقص المساعدات الغربية بسبب مؤرقة اتخاذ القرارات من قبل الكونجريس الأمريكي وأيضا الاتحاد الأوروبي ولكن كما تشهدون لم تسقط هذه الأيام حتى في حالة النقص من المعروفة أنها قلصت بعض العمليات قلصت حجم بعض المليات الحجومية في بعض المناطق فيما تتم المعارك في عدة النقاط على اتساع الجبهة وعموما المجتمع أوكراني ينظر في العمل المستقبل بالتفاعل نظرا لتقارب المواقف الجمهورية وديمقراطية حول قانون المساعدات الأوكرانية وأيضا حول الرغبة شديدة لدي 26 دولة العدو في الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه المساعدات على الرغم محاولات فيتو من المجا هل تخشى أوكرانيا بداية تململ من الجانب الغربي في استمرار المساعدات سواء فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية أو من الاتحاد الأوروبي وبالتالي تستعد لحرب أطول بكثير وبدأت تأخذ طابع حرب الاستنزاف نعم نحن الآن في مرحلة الاستنزاف من قبل الجانبين سواء الروسي أو أوكراني ولكن أوكرانيا لا تستخدم كلمة زي خشية أو المخاوط منذ بداية الحرب لأن الوضع الأوكراني في بداية هذه الحرب كان أسوى بكثير مما هو الآن ولم تكن هناك أي مساعدات غربية إلا مساعدات رمزية في أول أسابيع الحرب ولكن أوكرانيا نجحت في صد الهجمات الروسية في الكثير من الاتجاهات ونهائيا طرد القوات الروسية من خمس المقاطعات الرئيسية فلذلك نحن ننظر في هذه المشاكل أو هذه المرحلة كمرحلة مؤقتة ونتمنى أو نتبنى باستئناف المساعدات الغربية إلى أوكرانيا بكل تأكيد هناك احتمال كبير أن هذه الحرب ستطول لفترة طويلة والمجتمع الأوكراني جاهز لذلك منذ زمن طويل أيضا وبالتالي أوكرانيا الآن تراهن وفقت على عودة الدعم الغربي بذات الوتيرة قبل فترة هل هذا الرهان الأوكراني الحالي وفقت نعم لأن مهما كانت صناعات أوكرانيا الداخلية وعلى فكرة هي زادت بأشرات الأضعاف منذ بداية الحرب الصناعات الحربية أو العسكرية الأوكرانية لكن المساعدات الغربية تألبوا دورا مهما لإمكان لتمكين القيادات الأوكرانية تحقيق هدافها فهناك تمنيات لاستئناف المساعدات بالنفس الوتيرة أو حتى وثيرة الأسرى نظرا لإحتياجات أوكرانيا المتزايدة نظرا لأهداف أوكرانيا لاستئاذ السيطرة على أراضيها وشن العمليات الهجومية التي تختلف جوهريا عن عمليات الديفعية وتحتاج أكثر من الموارد العسكرية والبشرية فهذا هو الوعد كما هو وبانتظار الفضلي أشكرك شكرا جزيلا سيد قسطانتين جريدين الباحث في العلاقات الدولية حدثتنا من كييف في أخبار الاقتصاد حيث سجل قطاع أشباه المواصلات في كوريا الجنوبية أكبر مكاسب منذ عوام مع تعافي الطلب العالمي ما يؤكد انتعاش الزخم التكنولوجي الذي من المتوقع أن يعزز اقتصاد البلاد في العام الفين واربعة وعشرين وعلن مكتب الوحصاء الوطني في كوريا الجنوبية أن ينتج رقائق قفز بنحو اثنين واربعين في المئة نوفمبر الماضي مقارنة بالعام الماضي وهو ما يعد الرقم الأكبر منذ أواء العام الفين وسبعة عشر بينما صعدت شحنات التزيد بنحو ثمانين في المئة في أكبر اتفاع منذ العام الفين واثنين ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بشركات قطاعي التعديد والتأمين وسط أمال بأن تتمكن البنوك المركزية العالمية الكبرى من خفض تكليف الإقراض للعام المقبل وقضى المكاسب بقطاع الموارد الأساسية الذي يضم أسهم شركات التعدين الكبرى في أوروبا حيث ارتفع بنحو سبعة عشر من المئة مسجلا مكاسب لليوم الثالث على التوالي في حين صعد قطاع التأمين نصف بالمئة وارتفع المؤشر ستوكس ستمائة الأوروبي بنحو ثلاثة عشر بالمئة متجها لتحقيق مكاسب بنحو ثلاثة عشر بالمئة هذا العام بفضل قطاعي التكنولوجيا والتجزئة رياضيا حيث يلتقي الأهلي مع فريق مدرن فيوتشر على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي بنهاي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال الأهلي تخطى عقب السيراميكا بصعوبة بنصف نهائي بهدف دون مقابل بينما صعد فيوتشر بعد مباراة مثيرة ضد بيراميز انتهت بالتعادل دون أهدام ثم فاز فيوتشر بنتيجة أربعة عشر ثلاثة عشر بركلات الترجيح حقق منشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه أفرتن بثلاثة أهداف لهدف على ملعب جوديسون بارك لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز سجل أهداف السيتي فيلفودين وجوليان آلفاريس من ركلة جزاء وبرناردو سيلفا بينما أحرز جاك هاريسون هدف أفرتن الوحيد تقدم سيتيزنز إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد سبع وثلاثين نقطة وله مباراة مؤجلة بينما بقي رصيد أفرتن عند ستة عشر نقطة في المركز السابع عشر بعد خصم عشر نقاط من رصيده لثبوت مخالفته قوانين اللعب المالي النظيف وبالرياضة تتهي معكم هذه نشرة الإخبارية المفصلة وهذه التذكرة بأبرز العنوين خمسون شهيداً وعشرات الجرحة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المدنيين في بيت لاهيا وخنيونس والمغازي بغزة جيش الاحتلال يعلنوا ارتفاع عدد قتله من دوبات الحرب على غزة إلى أكثر من خمسمائة جندين وضابط وشهدان وعشرات الإصابات والاعتقالات جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى هنا تنتهي معكم نشرة الأخبار المفصلة شكراً لك حساني شكراً لكم مشاهدين ويمكنكم أيضاً متابعة المزيد عبر زيارة موقعنا القاهرانيوز دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة